موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من الحياة حلوة الحلقة طبعاً برعاية حياة كلينك وحياة سمايل دينتال كلينك إحنا بنرحب بيكم في حلقة جديدة الأول وبرحب بيكم أنا أستاذ الدكتور عمر حين البولوك أستاذ بكل التب الأسنان المينيا وأحد أستاذة كتير موجودين في حياة سمايل دينتال كلينك عايز أتكلم معاكم الأول قبل ما نتكامل كلامنا أو نتكلم مع ضيوفنا الأعزاء على حاجة مهمة جداً إن إحنا دلوقتي في مجال طب الأسنان وفي مجال الطب بصفة عامة بقيت التكنولوجيا والأجهزة الحديثة لها دور فعال جداً 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 في العلاج وفي التشخيص وكل حاجة صحيح الأجهزة دي مهما تقدمت ما بتلغيش العنصر البشري اللي هو مهم جداً الخبرة الطويلة والحمد لله إحنا موفرين ده في عيادات حياة سمايل دينتال كلينك إحنا عندنا خبرة طويلة جداً في التعامل مع الأجهزة مع المرضى مع تشخيص الحالات وبنفس الوقت عندنا أحدث الأجهزة وأحدث ما وصل إليه العلم في مجال طب الأسنان لو حبينا نتكلم على مجال إحنا النهاردة حبينا نركز في الحلقة شوية على مجال الليزر وتطبيقاته في طب الأسنان وطبعاً الضيوف العزاء حيتكلموا على تطبيقات الليزر وعلى التجميل وإن طب الأسنان ما بقاش بس مجرد إن إحنا بنركب السنان وقول للمريض روح لإن بقى في عوامل كتيرة جداً بتتدخل في جمال أو شكل الأسنان أو شكل التركيبات النهائية أول حاجة يهمنا جداً إن المريض وهو بيستلم التركيبة أو الفينيرز العدسات اللي اللي بتبقى بتغير اللون والشكل بتاع الأسنان أو أي مكان شغل بيستلمه إن اللي قدامه ما يحسش إنه مركب حاجة أو يحس إن أسنانه جميلة جداً وإسنانه دي طبيعية ده ما بيغفرش إلا بعوامل كتيرة جداً خارج إطار مجرد إن إحنا بنسلم التركيبة وخلاص إحنا بنتكلم على صحة الفم على شكل اللسى الخارجي ولون الأسنان ودرجة لونها بالمقارنة بالجلد بتاع المريض فيه ناس بتبقى عايزة لون الأفتح ده طبعاً بتبقى حرية شخصية فيه ناس بتانية تقولك أنا عايزة شكل يبقى طبيعي كل الكلام ده بنتحكم فيه إحنا بفضل الله وبنقدر إن إحنا نزبط الأداء بتاع الشكل الجمالي في آخر استلام المريض للشغل بتاعه فيه كمان التطور اللي عندنا حاصل مش بس في مجال الكمبيوتر واستخدامه في خرط التركيبات بس كمان حتى في أخذ المقاسات يعني حالياً دخلنا في مرحلة إن احنا بناخد المقاسات للمريض بالكمبيوتر بكملة ديجيتال يبتدي إن الكمبيوتر يحلل السنة دي أو مجموعة الأسنان دي وبتدي إن هو يشكل ويتعمله تصميم على الكمبيوتر للشكل دوت وبعدين بنركب الأسنان وبنركب الأسنان ونشوف بعد كده الليسة حالتها صحتها كويسة لأ الليسة محمرة ولا مش محمرة حواليها وبعدين بعد كده هوت بنبتدي إن احنا نشوف الابتسامة بتاعة المريض نفسه فيه ناس بيبقى عندها الابتسامة اللي هي اللاسوية اللي هي لما بيجي ابتسم بين الليسة فوق الأسنان فيه ناس بيبقى عندها الشفاء مثلاً رفيعها شفاء تخينها كل الكلام ده بقى ليه منظور موحد بنشوف بيه الشغل بتاعنا وبندين إن احنا في الآخر ندي نتائج أفضل للمريض بتاعنا بحيث إنه يبقى اختلاف كبير في الشكل بتاعه راحة في التركيبة نفسها اختلاف في الابتسامة لدرجة إنه هو نفسه بيبقى فرحان وهو بصص في المراية يعني بنجيب له أو بنبتدي إن احنا نحسسه بسعادة من شكله وبيحس إنه عايز يتفرج على نفسه في المراية بحيث يديه الناس معجبة بشكله كل الكلام ده بيتم توفيره بفضل الله عن طريق الشغل وعن طريق الأجهزة الحديثة النهاردة احنا في حلقتنا بنتكلم على تطبيقات الليزر في طب الأسنان معنا ضيوف أفاضل موجودين هنشوفهم بعض الفاصل الضيوف دولا هما أساتزة متخصصين في مجالهم احنا عندنا في حياة سمايل دينتال كلينيك بنراعي جدا التخصص الأستاذ دول محمد صلاح ودولة إسراء طبعا هنلوه إن شاء الله بعد الفاصل نلتقي بيهم وهي حنتكلم باستفادة عن مجال الليزر واستخداماته قد إيه بقى فيه تطور في العلم بتاع استخدام الليزر وقد إيه العملية بقت فيها دقة بايت محتاجة تخصص وشهادات والكلام ده كله حنعرفه مع بعضينا بإذن الله فإن شاء الله حناخد فاصل زغير ونتقابل مع ضيوفنا وفي نص كدوات الحالات إن شاء الله حنفتح الاتصالات لاستفساراتكم وتساؤلاتكم إن شاء الله نتقابل بعد الفاصل راجعنا لكم بقى تانية بعد الفاصل نبدأ الأول بضفنا الأستاذ الدكتور محمد صلاح المعاصف أستاذ بكل الطب أسنان عن شمس أهلا بحرطك الدكتور أهلا وسهلا دكتور عمرو أهلا وسهلا بسهداء المشاهدين أولا إحنا كلمنا في الحلقة طبعا عن موضوع التكنولوجيا وقد إيه التكنولوجيا دي بقت يعني ليها دور كبير جدا في عملية خدمة المريض وعلاجه وخصوصا أن احنا عندنا في مراكز حياسمايل في كل المراكز في عملية استخدام عالي جدا للتكنولوجيا فكنا عايزين نكلم حالتك تكلمنا على التكنولوجيا بالنسبة لموضوع التصميم التركيبات السابتة أو الفينيرز على الأسنان الحقيقة التكنولوجيا إدتنا كأطباء أسنان قدرات جديدة وبقينا نوفر وقت كتير جدا لنا وللمريض ونحصل على تركيبات بجودة عالية جدا باستخدام التكنولوجيا يعني مثلا أنا أقدر بدل ما أخذ المقاسات بالصورة التقليدية أننا يعني بدل ما أخذ المقاسات بالصورة التقليدية بالمادة اللي هي شبه العجينة ونحطها حوالي السنان ونستنىها تنشف بقينا بنستخدم حاجة اسمها الاسكانر الاسكانر ده يقدر يجيب لي مقاس للسنان بمنتهى الدقة بدقة كبيرة جدا ما بحتاجش المواد التقليدية دي خالص فأصبح توفير للوقت وأريح للمريض ودقة أعلى يعني ما عادش فيه المقاسات بقى عندنا يعني نقدر نقول إن هي استخدامها بقى محدود جدا يعني بقينا نعتمد على الاسكاننج تكنولوجي اللي هي 3D سكاننج للسنان يعني كأن بنقول إن احنا بناخد المقاس بطريقة ديجيتال مش بالطريقة التقليدية ما عادش فيه الحاجة بتاعت إن العيان يحس بقى بالترجيع والجاجنج يعني الحاجات دي خلاص يعني تقريبا ما بقيتش موجودة مع تكنولوجيا الاسكانر بنبدأ ناخد المقاس بالسكانر ونبعت المقاس ده للدينتال لاب اللي هي أصبحت ملفات إلكترونية الديجيتال فايلز دي بتتنقل للاب بتتوصل بي المكينة مخصوص تقدر تنحتلي شكل البرج أو شكل الكراون أو شكل الفينير أو واتفر اللي أنا عايز أعمله اوتوماتيكالي حاجة اسمها كاد كام تكنولوجيا يعني كمبيوتر ايدد ديزاينينج الديزاين ده بنعمله للحاجة اللي هنعملها كراون بريج أي حاجة هنعمل فينير وبعدين تبدأ المكينة تطلع لي هذا الحاجة اللي أنا بركبها في العيان دي سواء بريج فينير كراون جاهز للاستخدامه ببشارته ده جزء أنا أفكر حالتك بحاجة بالنسبة للموضوع ده بعد ما نكمل الجزء الثاني من القصة بس الحالة اللي تعملت كان فيها حالات تعملت بالذات بالكاميرا دي وكانت انتاجها تقريبا ما كانش يعني أنا فاكر نحن ما لمسناش حتى يعني أي حاجة يعني والمريض كان في غاية يعني كان منبهر حتى بالنتيجة ده حقيقي اللي بيحصل إن احنا بنشتغل بدقة عالية جدا الاسكانر ده بيطلع لي أبعاد السنان بعد ما تحضرت بدقة عالية جدا تكنولوجي إن أنا أنقل الحاجات دي لللاب وعن طريق فايلات أصبحت ديجيتال فايلز جاهزة على طول إن تتصمم الريستوريشن أو تتصمم التركيبة عليها أصبح الوقت اللي أنا بقضيمه على العيان أقل وقت الضبط التركيبات يعني زمان لما كنا بنشتغل بطرق التقليدية كنت محتاج أزبط الأوكلوجين كتير أزبط العضة يعني كتير نبدأ نبرد شوية أصبح الموضوع دلوقتي من إن إحنا وصلنا لدرجة دقة عالية جدا إن أنا تقريبا ما بلمسش الحاجة اللي بيحطها في فوق العيان اللي هي الكراون أو البرج أو الحاجة اللي أنا بيحطها في فوق العيان وبالتالي أصبح الموضوع أريح كتير جدا للمريض في كل الخطوات وأكثر كمان نظافة يعني أنت ما فيش حد بلمس حاجة بالزبط فإحنا بنتكلم في قصة إن المريض هو أول حد بيلمس الحاجة دي بالزبط على المكان على طول وبيبقى لها تخش في أفران وتطلع في علبة مقفولة المريض يبقى أول واحد يلمسه أول تعامل معها مباشرة ما فيش إيد فني بتلمسها بتوصل المريض مباشرة بصورة مباشرة وده بتدي درجة عالية جدا من السيفتي ودرجة عالية جدا من الانفكشن كنترول ودي جزء بسيط جدا من التكنولوجي اللي بقت موجودة في الطب الأسنان الحديث يعني طبعا في جزء تاني في تصميم الريستوريشن نفسها وإن أنا إزاي أرجع الوصف التشريحي والشكل الجمالي والكلام ده كله زي ما تكلمنا قبل كده في حلقات سابقة عن إن أنا أقدر أعمل سمايل ديزاين وإن أنا أقدر أعمل الحاجات دي كلها بدمجها مع بعضيها عشان أوصل إن أنا أرجع الوظيفة بتاعت السنان زي ما كانت من حيث الشكل الجمالي من حيث النطق والكلام من حيث القدرة على المضغ واستعادة الوظيفة كاملة بتاعت الأسنان تمام في حاجة تانية كنا عايزين برضو نسألتك اللي إحنا وإحنا بنشتغل مع بعض إحنا عاملين زي تيمورك أنا ودور محمد يعني أنا ودور محمد بنشتغل حالات كتيمورك يعني أنا ببقى مسؤول عن عملية الغرس بتاعت الأسنان والدكتور محمد هو اللي بيبقى شغال على العملية استعادة السنان بعد كده واستعادة الشكل الجمالي يعني إحنا عاملين زي تيمورك لأن طبعا زي محاراتكم عارفين ما فيش حاجة اسمها إن الدكتور بيعمل كل حاجة يعني فيه حاجة اسمها إن كل واحد بقى ليه سبيشياليتي الحاجة اللي هو بيشتغل فيها بيركز فيها وبيدخر جهده كله وطاقته كله إنه يقدر أنه يوصل بيها للمريض لأحسن الأحوال أو أحسن التصميمات بالنسبة له فلو حدثك طور محمد معي في حكاية إن إحنا بنشتغل التركيبات على زرعات يعني فيه فرق بين التركيبات العادية والتركيبات على زرعات وأنواع الفرق ما بينهم وأنواعهم ما عايزين برضو نعرف في السادة المشاهدين الفروق دي علشان برضو لو حد عايز يبقى عارف خلفية بيبقى غير لما طبعاً يبقى رايح مش عارف حاجة أكيد طبعاً فيه فرقات كتيرة جداً أول فرق بمنتهى البساطة إن الأسنان الطبيعية ربنا خلقها زي ما يكون فيها حاجة زي شوك أبزوربر اللي هو بنسميه البريدونتال ليجامين البريدونتال ليجامين ده حاجة بتنتص الصدمة شوية عن العظم وبتبدأ تخلي لما بنمضغ أو بناكل الإجهاد على العظم بيبقى أقل هي حاجة زي النظام الهايدروليك كده بتاع الفرامل بالزبط يعني السنة ربنا خلقها ليها ربنا بتعمل زي الفرامل بالزبط كده وبالتالي ده مش موجود في الزرعة فلازم وأنا بصمم التركيبة اللي على الزرعة أرأي الموضوع ده جدا فبدأنا دلوقتي يعني اتجاه العلامي كله إن أنا بستخدم مادة جديدة اسمها البيك أو بولي إيثر إيثر كيتون المادة دي مادة عندها قدرة إن هي فيها ما يسمى برزيليانس قدرة على إن هي تنتص الطاقة وتنتص الأحمال الزايدة اللي نزلة على الزرعات وبالتالي ده بيطول من عمر الزرعات فموضوع التركيبات على زرعات بيبقى فيه اعتبارات كتيرة جدا بتخش فيه عشان نقدر نوصل إن احنا نخلي الزرعات دي توصل مع المريض لايف سبان كبير وفي نفس الوقت المريض يبقى مستريح وفي نفس الوقت الضغوط والأحمال على الزرعات بتبقى أقل بكتير جدا فده بيحقق نسب نجاح أعلى كتير جدا وغير الزركونيا والإيماكس طبعا بالزبط فيه متحجات كتيرة جدا بس إحنا يعني أصبحنا دلوقتي بنتجه إلى إن أنا أعمل بيك وممكن أدمج معاه مادة تانية ممكن أعمل بيك وأدمج معاه زركون أعمل بيك وأدمج معاه إيماكس وهكذا حسب الشفافية وحسب الشكل بالزبط حسب أنا عايز أوصل بالزبط بالزبط عايز أوصل لشكل جمالي عامل إزاي وعايز أوصل لشكل وظيفي عامل إزاي إحنا مش بنستعيد الشكل بس إحنا بنستعيد الشكل والوظيفة والفوناتكس القدرة على الكلام والحاجات دي كلها بتخش في الاعتبار في التعامل مع مريض الغرسات تمام تمام هو دلوقتي إحنا زي ما قلنا لحضرتك ما معناه يعني إن إحنا باختصار كده إن ده أو المادة الجديدة دي اللي هي اللي لسه نزل مصر من حاجة بسيطة جدا مش كده طور محمد دي إحنا بنستعملها دلوقتي عادي في الشغل بتاعنا دي بتعمل بتحاول إن هي تحاكي الطبيعة اللي ربنا خلق بيها الأسنان الطبيعية لأن الغرسات طبيعتها إن هي بتبقى مسكة في العظم جامد جدا وزي ما قالت هور محمد بيبقى فيه نظام هيدروليك في السنانة الطبيعية النظام ده إحنا بنعكس بقى إحنا بنعوضه في إن التركيبة يكون فيها منتص للصدمات فبتتحافظ على الزرعات اللي موجودة وبتطول في عمرها وبتخليها إن هي تقعد إنها بالزبط الصنة طبيعية ده شيء جميل جدا طور محمد إحنا بس عايزين برضو نتكلم شوية على الليزر بقى إحنا بنشتغل الليزر في العيادات عندنا ودكورة إسراء طبعا أتمنى أنها توصل بالسلامة إحنا بنحاول برضو إن إحنا نشوف استخدامات الليزر عندنا ممكن تكلمنا عنها شوية إيه اللي دخل الليزر في طب الأسنان الناس طبعا مش فهم قصة الليزر دي قوي أو يفاكرين أنه يستخدم مثلا إيه أنا يفهموا إنه في العيون مثلا علشان عملية الليزر يفهموا إنه هو يستخدم في جراحة بتاعه فإحنا عايزين نعرف السادة المشاهدين مع بعض إيه الليزر دخل في طب الأسنان ويعمل إيه وأنواع الليزر الليزر باختصار هو يعني اختصار لحاجة اسمها light amplification by stimulated emission of radiation اللي هو ضوء في النهاية بس قوي ومركز وفيه أنواع كتيرة جدا من الليزر على حسب المادة اللي بطلع منها هذا الضوء أو ما يسمى باللازنج medium الوسط اللي بيتولت فيه أشاعة الليزر دي وهي أشاعة لها أطوال موجية مختلفة على حسب بيتقسم الليزر على حسب الطول الموجي وعلى حسب السادة الأكتور محمد طبعا نبص كده على فيديو صغير للدكتورة إسرائيل بتشتغل في الليزر ونرجع بعد الفيديو دوت نشوف معاكم مع الدكتورة إسرائيل الدنيا عملا إزاي نشوف الفيديو مع بعض محمد طبعا نشوف الفيديو محمد طبعا نشوف الفيديو محمد طبعا نشوف الفيديو اشتركوا في القناة 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 يعني ما قدرش أحط تربوش تجميلية على سنة ممكن العصب بتاعها يكون سيء أو هتعملي خراج فلازم بنعمل إكس راي أشعة الأول نشوف أن العصب كويس جدا بنبتدي أن نخش في الخطوة اللي بعدها لها الدعامة والحشو بنبني هيكل السنة أن نرجعه تاني الدكتور البرد الكبير اللي هو برده ده نحن بنرجعه تاني ونعمل في الآخر تربوش تجميلية لو كانت السنة ساعتها فعلا متهلكة خلاص ما بقاش فيها أجزاء كبيرة يعني حتة صغيرة زي ما الجزء يعني أنا حسب ما أنا تخيلت منها أن خلاص ما بقاش فيها حاجة آه ساعتها بيبقى الحال أن نحن نخلع ونزرع مكانها ودكتور عمر أكتر واحد يعني سبيش شريز في الحتة دي مستكت كلها طيب ما حدرتك معنا ولا خلاص أتمنى شكراً لدي حدرتك أتمنى أن الإجابة دي تكون يعني وافية هي برضو قالت ممكن نشوف المكريم بقى واتفضاليا المكريم أهلاً وسهلاً بحضرتك أتكلم الدكتور معي السلام عليكم فضاليا المكريم أهلاً سمحت أن عندي ابني عبده 11 سنة تمام هو من صغره كان عنده مشكلة في سنانه كان سنانه دايب خالص يعني سنة 3 سنين 4 سنين فلما روحت لي الأصل لأنه يخلع له الأربع سنان اللي هما قدام كانوا بايشين كده وأسود فهو أخذ وقت لثامن سنين حتى ما طلعه قد يطلعه تمام فالمشكلة أنه سنانه كلها كان ضائفة في الدروس واسنانه هو الولد دلوقت عايزة وديه يعني يشوف السنانه وكده بس الولد عمده رعب من الدكتور يعني حتى مش عايز يوعد ع كرسي ويبشوفه مرعوب طيب احنا نشوف حرارتك خليكي معانا تور محمد صلاح هترد عليها لو في عايز أستعرها إيه أسئلة الأول فضالي كنت عايزة عارف هو سنان يعني هابدل لحد سن كامل الولد بيبدل التفل تمام لو في عايز سخصار بردخلتك يعني موظف السنان ودرسه نسويسين تمام وهو عمد رعب جدا من الدكتور يعني ضغط ممكن يجري مني مردش على فكرة دي ع حدرتك حاجة يعني عامة جدا مع الأطفال وليها علاج أو حاجة فيه ليها زي تعامل نفسي مع الطفل من عند الأهل وتعامل من عندنا احنا فصور محمد حيرد علي حضرتك في حاجة تانية ولا خلاص كده أنا بس كنت عايزة أعرف لحد سن كام هيبدأ السنان بضغير هل السنان بس ولا الدروس كمان تمام تمام فضل يا تور محمد شكرا لحضرتك شكرا يا تانية مبدئيا الحالات اللي زي كده بيحتاج أخصائي طب أسنان أطفال يعني حد متخصص في طب أسنان أطفال عشان يمنج أو يسيطر على الولد كويس وده متوافر عندنا في مراكز حقيقة عندنا ناس متخصصة بتشتغل طب أسنان الأطفال في حلول كتيرة جدا من أول أن احنا بنبدأ نتعامل نفسيا مع الطفل وبندي تعليمات للأهل إزاي يتعاملوا معه قبل ما يخش في علاج الأسنان وبنوصل ساعات مع بعض الأطفال احنا بنعمل لهم بنج كلي في حالات كتيرة قوي نقدر نعمل بنج كلي وبيخلص كل الحاجات كل الشغل في سنانه في جلسة تخدير واحدة عشان يعني ما يبقاش بالطريقة التقليدية اللي هي بنيجي كذا مرة والكلام ده كله لأ بنحدد الشغل اللي هتعامل كله والطفل بينام تخدير كله وتعامل كل الشغل مرة واحدة بدون رعب بدون أي حاجة وبنسب أمان عالية جدا لأن احنا الأماكن اللي بنشتغل فيها تخدير كل أماكن موصوقة جدا الحاجة التانية أن الأطفال بيبدلوا لحد سن 12.5-13 سنة في حاجة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها أن في درس مستدين بيطلع في سن الست سنين اللي هو درس رقم ستة وتحت ده الأهل كتير بيبقى مستعجلين أن هم مثلا لو حصل فيه مشكلة يخلعوه أو كده ظنم منهم أنه هو درس لبني لكن في الحقيقة ده بيبقى أول درس مستدين وبيطلع في سن ست سنين ده كده معنا نيفين برضو اتلصال تليفوني فضاليا نيفين فضاليا نيفين دكتور عمو معي أيها فن عمو عنك ساعد رقم حدرتك هي الرقم موجود عند حضرتك اللي في الاتصالات كلها ممكن تتواصلي معي رقم منهم حيحقولوك عليها على طول تمام طيب في معنا اتصال تاني أيها مين معي يا فندم أيها مع حضرتك مين معي يا فن أهلا مدام صفرية أهلا مدام صفرية تفضال يا فن لو سمحتنا على خلال درسي بقاله سنتين بقاله سهرين ساعتين ولا شهرين لا سهرين طيب تمام فمكانه كل ما اشرب حاجة تخنة أو حاجة ساعد نفجعني أولي فأنا عايزة ساعد وإيه يعني هو مكانه يعني هو لم هو لم بس هسألك سؤال صغير هل هو الدرس الوحيد اللي بايز ولا في حاجة جنبه لأنه ممكن اللي جنبه يسمع كأنه هو عسل السخن والساعدة قالها معصب سنين لا اللي جنبه سالين بس هو أو مخلوقات سهرين بس أي حاجة بش هو سخنة قبل يوجعني أول ما هو طيب حسألك سؤال تاني يا ستكول هل هو موضوع ده ما تحسنش يعني كان موجود قبل الخلق وما تحسنش يعني يا حضرتك قبل ما تخلعي كانت الشكوى دي موجودة ولا ظهرت بعد الخلق لا هو كان كان في السورة داني بس حاجة لغسط القلم شوية وبعددنا المخص وفت خلقاته على طول تماما ما كان من الخارس يعني هو بقاله وفت خلقاته ما تسرحتش عليه بأي حاجة بأي حاجة هنخلي الدكتورة إسراء تجاوب حضرتك وإحنا برضو معاها تفضلي دكتور إسراء هو غالبا يا دكتور بتبقى حاجة من حاجتين المشاكل الدقيقة زي كده لإما الدرس الجنبه زي محرق ما قلت بيكون حاجة يعني من ميزي الأودسل يعني من جنب السنة أنت مش هتشوفيها لازم دكتور هو اللي يكشف عشان يشوفها دي حاجة لإما ممكن أحيانا بتكون حاجة بريدونت يعني فيه جيب في اللسة وهنشرح ينجيب طبعا الجيب ده بيكون هو أنا عندي السنة كده والعظم غطيها وفوقها اللسة الحتة اللسة مفروض كده كل ما بتفتح ده اسمه جيب جيب كل ما الأكل ما بتحشر فبيقطع الأربط المسكة السنة بالعظم فأحيانا بيكون فيه جيب في اللسة ده بياردو بيبقى فيه وجع عامل زي وجع العصب حاسية جديدة وفيه ناس أحيانا تعملها علاج عصب وتقولك أنه ستعبانة فده بيبقى علاجه ليزر برضو بتبقى في جلسة واحدة والعيان بيرتاح جدا ويعني الحالات عاملها مثلا بقى ليه سنتين ثلاثة والحمد لله كلهم مرتاحين لحد دلوقتي ما حصلش أي شكوتين نحن بندخل ليزر حتى في علاج اللسة عشان كده أنا قلت ليه جزء تجميني وليه جزء علاجي طيب تمام بالنسبة للاستخدام بتاع الليزر بقى احنا عملنا بعض حاجة لو تفتكتور محمد الحالة بتاعت أحد المرضى عملت التركبات بتاعتها وكان معنا دكتورة إسراء لأن احنا عندنا حتة الليزر دي بتفرق كتير قوي مع الزراعة لأنه كانت الحالة تقريبا ما كانش عنده أسنان فوق وتحت واحنا عملنا له زرعات ودكتورة إسراء جاءت بعد ما عملنا الشغل وطبعا الشغل الكتير ده تعمل بفضل الله بدون جراحة من غير ما نفتح والكلام ده كله فكان دورك ايه بقى ممكنت نقول للأستاذ المشاهدين على دورك أهو أنا مبدأي دكتورة عمر حضرتك من أكثر الناس المبهر بالزراعة بتاعتها يعني فعلا الفتحة بتكون على قد يعني دائرة دبوس تبقى جميلة جدا أنا فعلا يعني كنت بشوف ده كترة كثير بيفتحوا لسة ومشروط لا حضرتك ما في شيء بس طبيعي بعد الزراعة بيبقى فيه ألم أنا أفتكير انبيشون سوادي ده كان لسه يبتدي يحس بألم عملنا الليزر قالي لا أنا حاسس ان الألم راح بنسبة تقريبا تسعين أو أكتر وقلت له لما تسحى تاني يوم هتلاقي أن الألم راح أكتر وفعلا آخر حالة عملناها مع بعض برضو من أسبوع كان نعيان أنا أفتكير ان نعيان ده كنا قابلنا في مكان برا بالصدفة وكان مش عارف يأكل على سنينه رمى رجع مصر تاني يوم كان قاعد بيتكلم وبيأكل وعيش حياته طبيعي فده سحر الليزر يعني بيقول الليزر is magic ليلة الجراحة كان نايم كويس ومستغيق لا لا كان نايم وقالي أنا وحسنتش بأي حاجة وكان مبسوط جدا الحمد لله هذه بقى ميزة تصدامة جهزة الحديثة لتور محمد وزي ما قلت لحضرتك برضو الليزر زي ما قلت تور إسراء برضو بيستعمل في حاجات كتيرة من ضمنها تفتيح الأسنان ومن ضمنها كمان الكراون لينسنج طبعا الليزر ممكن أستخدمه في تطهير قنوات الجزور بيبقى لي حاجات مخصوصة تقدر تخش جوه الجدر وأقدر أوصل الليزر إن أنا أطهر قنوات العصب بحيث إن أنا أقدر أضمن نسب نجاح عالية مع علاج الجزور لإنه بيقتل البكتيريا والميكروبات اللي موجودة جوه الجدر مع الحاجات التانية التقليدية يعني هو بيبقى أداة مساعدة مع المطهرات التقليدية بنستخدمها لتطهير قنوات الجزور وبيحرق البكتيريا والميكروبات اللي بتبقى موجودة جوه الروت كنال طب الليزر ده برضو عشان الناس تبع عارفة إيه إيه الليزر ده الليزر إحنا قلنا هو حاجة آمنة جدا إن ضوء قوي يعني ضوء قوي يعني إحنا قلنا إنه هو يعني تعظيم الضوء وتقويته بطريقة إن أنا بطلع الضوء بطريقة بطلعه بتكنيك معينة عن طريق إن أنا بنشط ميديم معين اللي هو بنسميه الليزنج ميديم بطلع لي الفوتونات اللي هي لها طول موجي معين على حسب الميديم اللي أنا بشتغل به وكل أطوال موجية لها قدرة إنها تعمل حاجة معينة أو انتر أكشن معين مع أنسجة الجسم وبالتالي بنقدر يتواجد عندنا أنواع كتيرة من الليزر الناس اللي درسة علوم الليزر زي الدكتورة إسراء تقدر تميز الأنواع المختلفة وبالزبط كده وتقدر تتعامل معها لأن التعامل مع جهاز الليزر ده محتاج حذر شديد علشان أخذ الفايدة منه دون أي أضرار لا للمريض ولا للبرسونال اللي موجودين عنده هو الليزر دكتور بردو لبكتيريا زي حرك ما قلت إنه بيخلي الأنسجة تلتقم بسرعة عشان كيف نستخدمه مثلا في علاج الجيوب وكلام ده كله يعني بيحسن بيحسن الأنسجة يعني يعني بيحسن أداء الأنسجة بيعمل زي نستعمله في البون ستيميليشن كمان في البايو ستيميليشن أنا أفتكر إنه ساعة ما كنت بدرس كان دكتور عرض حالة كان عنده كانسر في البون وقال إنه هما شلوا جزء كبير من البون وبعد مفروض اللاج الحالة دي بياخد فترة طويلة إنه بعد ثلاث شهور لستة شهور كان العيان كويس جدا بسماني أول ثلاث شهور حاسوا بنتيجة مزهلة وفعلا إحنا برضو في التجربة اللي عملناها في العيادة عندنا بالزبط بالبايو ستيميليشن الليزر في منه كطعة اسمها البايو ستيميليشن فالقطعة دي جد جميلة هي اللي بتعمل بين بيليف بتخلي العيان دي رتاح فيعني أنا بتخيح الألم وبتحافظ نوع العظم ومرة جد طفلة صغيرة كان وشها وارم دي من حاجات الخطيرة جدا من ينفعش الأم تسيب وش الطفل يا ورم عملت لنا جالسة ليزر مع الميديكيشن تاني يوم كان الورم مفيش فهو ليه هستلمك سير جدا هو أقضر علاج بسحري حاليا آه إحنا بنسميه ليزر اسماجيك يعني هو بجد علاج جميل جدا هو الحاجة التانية اللينا كنا برضو عايزين نقولها شغل التجنية بتاع الأسنان بصفة عامة زي ما قلنا هو محتاج تخصص ده نمرة واحد نمرة اتنين احنا عندنا الاسكوب يعني احنا عايزين نشوف النظر يعني دلوقتي فيه منبتأ من الأول لو زراعة ولا حاجة زي كده واشتغلناها الدكتور محمد يبتدي يعمل التركيبات بلاس الدكتورة إسراطفية تشتغل في الليزر كمان مش بنتكلم على جوة السنان بس بنتكلم على برة الأسنان يعني بالنسبة للبوتوكس والفيلرز بتستعمل برضو في النهاية تدي الابتسامة لشكل النهائي بتاعها اللي هو اللي احنا عارفينه ممكن تكلمينا شوية عن البوتوكس والفيلرز ولا يعني الكلام حيبقى باختصار عشان بس وقت الحلقة طيب أنا بس أهم حاجة لازم أتكلم فيها الناس كتير جدا بتيني تقولي البوتوكس ده يعني حاجة خطيرة جدا وأنا بحط سم في الأنسجة بتاعتي وهي يجي شلل حتى المشكلة أن أغلب الدكتورة يبقى منهم بيبقى عندهم نفس الاعتقاد فلازم نفهم الناس أن البوتوكس ده مستخلص بيعمل ارتخاء للعضلة شوية أو مش بنسميش شلل بس بيرخي العضلة شوية الواحد اللي هو بيتكلم فيه شد المصل زي عمالت حركة طول الوقت فهو بيرخي حركة المصل دي عاملة زي مثلا واحد بيروح الجيم كل يوم لما جينا مر حقناله في العضلة بتاعته ببتدت العضلة ترتخي نيجي بعد ست شهور نلاقي العضلة أضعف شوية فإحنا بنعمل كده عشان ندي في الآخر الفاينال شكل نهائي اللي هو ما فيهش الشدة الجامدة اللي تعمل تجعيد بالضبط فهي مهمة جدا بالعكس أغلب الناس اللي بنشوفهم بارا مصر اللي شكلهم شبابوا عندهم ستين سنة أو كده بيكونوا أساسا يعني من سن صغير جدا نبتدوا البوتوكس وكده بنعملوه في الأول طبو الفيلرز بقى آخر حاجة الفيلر هي فاكرتها أن أنا بعمل بوليوم أن أنا إزاي أعمل بوليوم للتيك لللبس باملأ فيلنج يعني باملأ حاجات ما بتبقاش الجسم اللي بيتأثر بيها وبتبقاشها تبتملأ مكان الحاجات المغلوات اللي تتجعي أنا كنفسي يا دكتور الصورة اللي نوضحها لشكل الإبس نحن ممكن أن نصديف حضرتك في علاقة تانية بقى وإن شاء الله نعرض صور أكتر من كده وبينهم الصور اللي احنا ما نحناش نعرضها عزيزي المشاهدين أنا أشكركم جدا على حسن استماعكم ومشاهدتكم للحلقة وتمنى إن شاء الله أن الحلقة دي تكون فادتكم كمعلومات طبية ونشكر لأستاذ الدكتور محمد صلاح ماصف وأستاذ طب أسنان جمعة عن شمس أهلاً بعضاً وبنشكر برضو لدكتورة إسراء حرب خصائية تجميل الأسنان والليزر بعيادات حياة كلينك وأشكركم أعزائي المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة